اشتركوا في القناة سرعته تصل الى 40 كم بالساعة فلا يمكن الهروب منه اذا هاجم احد يصل طوله بين 5 الى 6 سنتيمترات وطول شوكته اكثر من نصف سنتيمتر اللي بفرغ من خلالها السم العصبي القاتل في جسد الضحية بينشط هذا الدبور في التقص الحار ويعيش في المناطق الريفية المعزولة طبعا بيهاجم اي كائن حي امامه انسان او حيوان يهاجم النحل وخاصة النحل العسل فيستطيع الدبور الواحد ان يقتل 40 نحل في دقيقة واحدة واذا هاجمت مجموعة من 30 دبور تستطيع ان تقضي على 30 الف نحل في 3 ساعات وما حصل في تركيا كان مجزرة ففي هجوم غير مسبوق لهذه الدبابير العملاقة حسب تصريح الاتحاد مربين نحل في توكات شمال تركيا فقد هاجمت 1500 خلية نحل ادى الى قتل 12 مليون نحلة وفي رأي احد مربين نحل المحليين ان قتل الدبابير لا يفيد واكد ان الحل الطبيعي الانسب هو وجود الثعالب في المنطقة التي تقوم بتدمير خلايا الدبابير العملاقة التي تكون عادة تحت الارض حيث تنبشها وتخربها وطبعا هناك انواع عديدة من الدبابير نستعرضها بالصور وندعو للجميع بالسلامة من الاخطار احبائنا ان اعجبتكم القناة نرحب فيكم والانضمام بالمشاركة ومنشكركم على المتابعة وتحياتنا والى لقاء قادم باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته